إيديتو مريم بالقادي ليه ما يجيش و ليه ما نجموش بش نرجع معاكم المقولة فرنسية شهيرة مستعملة برشة هي impossible nipa fransi المستحيل مش فرنسي شوية تاريخ مش دوني معنطا بش نفهمو عليش وفا أنا إتار مقولات وأقول الجي المقولة هذي تعود إلى أوائل القرن التسعتاش وستعملها نابوليون وهو في طريقه إلى مدريد زمن حرب إسبانيا وكان في نتاق الحروب اللي شنها الامبراطور الفرنسي على البرتغال ومملكة المتحدة وأسبانيا طبعا بين 1808 و1814 إذن جيش نابوليون وقت اللي تصديت له المجموعات الإسبانية قال للامبراطور مستحيل نواصلوا يجاوبهم نابوليون شنوه مستحيل ما نعرفيش الكلمة هذي المستحيل مش فرنسي وأصبحت المقولة مد دولة مش فقط في الجيش الفرنسي ولكن وصلت حتى للمملكة وكان الكاتب الفرنسي بلزاك هو اللي ردها شهيرة المقولة هذي ووليت من الدولة بعد ما أشارلها في كتابه أقوال وأفكار نابوليون ماكسيمي بانسي دو نابوليون هذي بسطة صغيرة على كلمة المستحيل مش فرنسي في إينا إيطار تولدت إينا تردت قبل ما نحكي عليها على خط اللقيقة استعملها يغيك زيموغ كشعار للحملة الانتخابية مطيعوا وهي مقولة يستعملوها الفرنسيين باش يقولوا اللي هما قادرين على رفع كل التحديات وشي ما ينجم يتصدل جرئتهم وشجاعتهم وقوتهم وفما شكون يستعملها مع الشيء من السخرية والضحكة على الوطنية المفرتة في المقابل فما مقولة لاتينية شهيرة تقول ماكش مطالب بالمستحيل أو الحاجة اللي مش ممكن تصير مش بالضرورة نجم تحققها أو يلزم تحققها المقولة هذي اللي تقول الانبوسيبل نول نتو نو أيا نرجو عد احنا الواقعنا وتونسنا وإنجازاتنا احنا وين زعمها النجم تبقوا على روحنا مقولة المستحيل مش تونسي وإلا جملة ماناش مطالبين بالتحقيق كل أهدافنا وفما حاجات ممكنة وحاجات مستحيلة ياسيدي البارح وبفوز المنتخب التونسي في اليابان وضد الفريق المضيف بتلاثة أهداف نظيفة وكورة حلوة ولعب مزيان وأداء جيد ورينا اللي ممكن نربحه ونهزه البطولات ونخليه الشعب كامل شيخ وفخور بفريقه نفس الشي عشناه مع أونس جيبر اللي هي مصنفة اليوم الرابعة عالميا في تصنيف دوبلو فيتاع وفي مجل آخر شفنا الفخر بالشيب التونسي المهندز إيدائي هيب التريكي اللي تحكي عليه في كل الصحافة العالمية وباختراعه لمكينة تحول الهواء إلى ما يسالح الشراب المكينة هذه اللي اسمها كومولوس وعمل يعني ذرجة كبيرة للاخبار هذية في تونس وخارج تونس شفنا كذلك الباحث والأكاديمي التونسي أحمد لشهب اللي فاز بجائزة أحسن أتروحة لسنة 2022 في مجال الرياضيات والفيزيو والهنسة بجامعة إنديانا الأمريكية أحمد لشهب اللي بدي قرأته في مدرسة طينة بسفيقس ثم قرأ إنجليزية بكلية الأدب بسفيقس كذلك وتحصل على بوخص بش يواصل دراسته في الولايات المتحدة واليوم هو خبير في مركز البحوث الجامعية بجامعة ميشيغان إذن المستحيل تونسي وإلا مش تونسي نسألوا رويحنا نواصل معكم منذ أسبوع تم اختيار الباحث والدكتورة التونسي معزل ميم لترأس جامعة فلوريدا الشمالية ويقول مجلس إدارة جامعة فلوريدا أنه تم اختيار معزل ميم لتونسي لتجربته لمعارفه لقدراته التسييرية وكان تحصل على عديد الجوائز بما فيها تصنيفه من بين الميات شخصية الأكثر تأثير في التامباباي بيزنس جورنال سيد معزل ميم هو ابن قصره ليل وبرهن اللي المستحيل مش تونسي كل النجاحات هذه صارت فين؟ في نصف شهر نصف شهر رجوع صارت النجاحات هذه والبرح نذكر اللي فما كاتب تونسي شاب اسمه يامن مناعي البرح في الليل كان تحصل على جائزة أحسن رواية بالفرنسية في إفريقيا كانوا معها 57 كتاب 57 رواية من كل أنحاء إفريقيا وكان فاز يامن مناعي بجائزة أحسن وأفضل كتاب لروايته بيلا بيم يعني تونس ما فيهش كان الغشرة وفي الامتحانات وما فيهش كان الفوضى والأوسيخ والعرك وغيره تونس قاعدة توري كل يوم اللي النجمه ننجحه والنجمه نقدمه في كل المجلات فقط نبدأه في إتار احترام القانون مع عقلية انتصارية فيها الذكاء فيها الجرأة فيها الشجاعة وكل شي ممكن وننساوي عقلية ليه ما ننجموش وهذي متعملتش قبل وهذي متجيش ونذكروا راهي تونس عملتها مرأة وبيش عملتها بجلد ثور وتقولولي مش قادرين